بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين أما بعد حنين وصلنا للقسم الأول من حل المسائل هو عبارة عن ثلاث مسائل نستخدم فيهم الأكوشن قبل ما نتطرق إلى سكايتروس كسايكومتريك سايكومتريك المهمة للشارت سايكومتريك الشارت فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نقول عنا هون 5m x 5m x 3m يعني الأبعاد خمسة بخمسة بثلاثة طول بالعرض بالارتفاع contains air at 25ºC and 100kPa at a relative humidity خلية نكتب أول شيء نبدأ حبة حبة عنا معناته هون نقول الفوليوم تساوي 5 x 5 x 3 وتساوي 7 5m3 اللاكون الروم contains 25ºC يعني درجة حرارة الغرفة خمسة وعشرين درجة مئوية والبرشور 100kPa بالغرفة وأنه كمان relative humidity 75% ما نقول هون relative humidity تساوي 7 5% طيب determine A the partial pressure of dry air حلو P specific humidity C the enthalpy per unit mass of the dry air and D the masses of the dry air and water vapor in the room طيب خلين نبدأ هلا أول شيء نحن نعرف إنه مش هنقدر نطلع بده partial pressure of dry air نطلع عم طريق قانون خلين نكتب هوني A ونقول pressure pressure هو عبارة عن pressure pressure تبعى dry air plus pressure pressure تبعى water vapor تمام نحن هلا عنا عنا هاد سمعنا هدول اتنين كيف ننطلعون البسيطة أول شيء شو عنا هنحن نقانون relative humidity هو عبارة عن PV over البي جي طبعا نحن عنا البي جي متل ما أخدنا بالاثيورتيكال بسلايدات هي عبارة عن البي ساتشوريتد بدرجة حرارة الغرفة والهي لح تكون شو هاي خمسة عشرين درجة مئوية وعنا تأذن بي جي وتساوي طبعا هون من طالع نحن من وين من التابل نروح from table a4 اللي أكون from table a4 طيب بيطلع عنا هون قيمت البي جي من التابل three point one six nine eight كيلو بسكا معنا تهلع عن طريق قانون relative humidity من طلق البرشة تبعي الواتر فيبر وهو عبارة عن relative humidity مضروف في البي جي وتساوي طبعا هاي P وليس دي وتساوي نحن صلي على النبي zero point seven five ضربة في three point one six nine eight وتساوي two point three seven كيلو بسكا طيب طلعنا ها نحن هلا هون عم نجي نعوض بالقانون مباشرة من لك معت البي اي وتساوي البرشة minus pp وتساوي one hundred minus two point three seven وتساوي nine seven point six two كيلو بسكا طلعنا ها نحن المتطلب يجي هلا المتطلب التاني المتطلب التاني شو بيئنا بيقول specific humidity بسيطة قانون specific humidity وتساوي zero point six two two multiply by برشة برشة تابعة الفيبر على برشة برشة تابعة ال dry air وتساوي zero point six six two two multiply by two point three seven على nine seven point six nine أو six two صح? طلعنا ها نحن six two نحط هون six two وتساوي تقريبا zero point zero one five وهي نفسه one point five one هي لا تكمله لك تمام طيب هاي بي شو المتطلب اللي بعده متطلب اللي بعده بيقول the enthalpy per unit mass enthalpy per unit mass of dry air طيب حط c هاي الفقرة c مع الله وإلا كون حط القانون على طول أي مسألة شوفوا المتطلب حط القانون تبعه ومتع لي شنون أول إيجاد القانون هو نص السؤال بعدين شوية شوية بتلع معاك بقية المعطيات معتم نقوم هون ال enthalpy تبع dry air plus specific humidity hg ونالك نحن hg عندك طريقتين يأنه طالع من التابل ياما تستخدم القانون اللي شرحناه بالشقة لازمة هذا وهو عبارة عن 2500 point nine plus one point eight ضربة في t وهي t هي عبارة 25 degrees Celsius معت وتساوي عننا كم بعد ما نطلع بطلع 25 46 point four كيلو جول per كيلو جرام طيب وتساوي كم كمان هنقول القانون specific pressure ضربة في temperature تساوي 1.005 ضربة في 25 وتساوي 25 point one two five كيلو جول per كيلو جرام اذا اذا وتساوي وهو بدي يكون ال انثلبي تبع dry air اللي هو 25 point one two five plus specific humidity اللي طلعناها اللي هو zero point zero one five ضربة في ال انثلبي تبع الدش بإدري شيء للغاز الغاز ال air نقول هون 25 four six point four تمام وتساوي كام بعد ما نضرب بيطلع ال six three point three two kilo جول bear كيلو جرام حلوين حلوين شو آخر المتطلب ما خلص السؤال the masses of the dry air and water vapor and the room طيح بد الماس في عندك طريقتين يا ما بطلع عن الطريق القانون الغاز المشهور بي في تساوي MRT يا ما بطلع بالنسبة لل dry air يا ما بتطلع بالنسبة لشو ال water vapor احطلع بالنسبة لل dry air بي اي وتساوي M RA في temperature ايضا M وتساوي PA VA على RA في T طبعا هاي ال RA وال تبع غاز كنس بتطلع من table ايش اخطوان بتذكر ايه ايش اخطوان طيق ويتم بركشار عننا اياه وال نحن نطلعينا وال تبع مطلعينا فمنجي نعوضهم بالمعطيات باشرة وهنا عنا وضربة في خمسة وسبعين على طلع ضربة في هون التمبرات بدي يكون شو اسمه الكلفن لقول 273 بلس 15 زائدا 25 وعشرين بيطلعنا نحن هون الماس وتساوي كم 8 5 5 6 كيلو جرام تمام نجي نحن بننطلع كمال الماس تبع شو تبع الفيبر عن طريق سبسيفك يوميدي لكون ماستبع الفيبر على الماس تبع دراي اير ولكون اذا ماستبع الفيبر وتساوي سبسيفك يوميدي طريق ماستبع دراي اير وتساوي 0.015 ضربة في 8 5 5 6 وتساوي 1.28 كيلو طبعا خلصنا اول سؤال ننتقل السؤال اللي بعده بقيل لك هوني house house contains air at 25 degree c طي ماستبع هون درجة حرارة ال house t house تساوي 25 degree c with 65 percent relative humidity عن relative humidity 65 percent واللي هي 0.65 تمام عنا كمان شو will طي any moisture condense on windows if the windows temperature is at 10 degrees c 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 يعني شو الجو برد برا. يعني شدة. فهنا عدع بيسأل حيصي كوندنس ولا ما حصي كوندنس. هلا بنقول له لحنشوف. بنعب الحسابات. نحط هنا تبع الويندوز. ويندوز سيفين ويندوز تبع البيت. اه عشرة دي غري سليسيوس. هلا هون بننطالع نحن شو تتذكروه. طالع انشان نعرف إذا كان كوندنس ولا ما كوندنس دارسنا بالفيورتيكال بننطالع درجة حرارة اسمه ديوبون تيمبريتشور. تي دي بي. والهي عبارة عن تي ساتشوريتد ات بي. باشر بشرةة تبع الوتر فيبر. تمام. طيب نحن معنا قيمته شو من نعمه لك طول بالك الا بطلع لك يا هالي شو هو قانون الريلاتيف برشار هو عبارة عن اصدي الريلاتيف هيومدتي مور الريلاتيف برشار الريلاتيف هيومدتي هو عبارة عن pv over pg تمام هلا بتلي والله ما عندي بي جي بلا كلا بطلع لك يا هالي طول بالك لا تستعجل على الرزق هي بي جي بي جي قانونه بي لك هو عبارة عن pressure saturated at temperature طبعا هون temperature تبع شو تبع الغرفة يعني هاد خمسة وعشرين وخمسة وعشرين ايه خمسة وعشرين ديجري سيليسيوس معتا اذا البي جي مطلعها من التابل تمام تابل اي فور هيش اختفور اه ودي طلع عنا البي جي قد يطلع عنا البي جي شري بوينت وان سيكس ناين ايت كيلو بسكر تمام تمام بعد نجي هوم نطلع قيمة البي في عن طريق القانون نقول لك هون تبع relative pressure بي في اذا بي في وتساوي relative humidity بي لك relative pressure اصدري relative humidity ماسكة معي البرشور نضرب برشور تبع الغاز اللي طلعناه وتساوي zero point six five multiply by three one three point one six nine eight بيطلع عنا two point oh six تقريبا two kilo بسكر تمام اشان نجي هوم نكون سهل علينا بجي بدور نيجي معانا تهلأ اذا اه due point temperature ttp تساوي t saturated في اه اه اد two kilo بسكر نروح الى الجدول تبع الايش اختفايف ونروح على two kilo بسكر بيطلع عنا درجة الحرارة كام 17 ونوص ديجري سيليسيوس نيجي هلأ منشوف نحط الشرط هل تحقق ولا لا هل درجة حرارة تي تي بي اما تود يصير كوندنس بيصير كوندنس بيصير في تكثوف بيصير في شكل اذا كان تي تي بي ازا كان تي تي بي تابع الويندوز ويندوز 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 المهم تمام نحن طبعا لنا كم عنا التي تي بي لك والله هون ال 17 ونص كم عديدات حرارة الويندوز عشرة معناته اكبر بتحقق الشرط معناته اذا ات ويل كوندنس كوندنس تمام تمام نجح السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده والاخي به المقطع الفيديو قبل ما نروح على حفلة بتحقق الشرط معناه المقطع الفيديو قبل المقطع الثالث بتقول السؤال الثالث فايند A specific humidity P relative humidity طيب نبدأ أول الشي بإلك هون atmospheric air حلو atmospheric air شو هو atmospheric air بالليثيورتي كل نحن شرحناه atmospheric air اللي هو الهواء اللي يحتوي على رطوبة تمام؟ بإلك هون بدرجة حرارة 30 درجة سيليسيوس عب بيمشي باتجاه طبعا هاي بيحكي جوات مكيفة توقعها عب بيمشي باتجاه كولر 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 طبعا هون صار على هالكويل صارت المايشو تتكثف على درجة حرارة 20 ديجري سيليسيوس وانا عطانا البرشار اللي طلال specific humidity وطلال وانا عطاني نجي نكتب المعطايات من اول الشي temperature وتساوي 30 ديجري سيليسيوس تمام؟ تعابل لك هون وانا عطانا وانا عطانا وانا عطانا تساوي 20 ديجري سيليسيوس معطاني البرشار اللي هو 100 كيلو باسكال طيب قالنا نحن شو بده بده شو؟ بده يطالع specific humidity طيب نجي نكتب قانون specific humidity في عنا قانونين تتذكروا نحن وقت خلطنا هاد مع هاد او هو نفسه يعني اذا يجينا مثلا لهون انا لك 0.622 وعبارة عن PV على ال PA صح؟ طيب زلنا لك هاد ال PA مو ال PA هو عبارة من قانون البرشار تبع PV بلس PA زلتلك انا والله ال PA وتساوي PV ما انت بمسح هاد حط هاد مكانه انت بعمل هيك حلو بحط اوه نعم بمسح او لعب اكتوب اوه لعب اكتوب ايه بحط P منس PV حلو؟ قلت لي والله ما عنا نحن ال PV شلوم بدك تطالعو؟ قلت لك شوف انت المعطيات معطينا شو ال due point temperature بتكون وين؟ بتكون عن ضغط تبع ال Water Vapor يعني Partial Pressure of Water Vapor يعني قانون T due point temperature تبعه DB هو عبارة عن T saturated تبعه تبعه ال Water Vapor معناتها اذن Partial Pressure وتساوي هو عبارة عن البشر saturated at TdP وعنا هاي TdP درجة 20 ديجري سلسيوس من Tables مباشرة Tables تبع ال A4 اللي هو تبعه ونشوف نحن درجة الحرارة عن درجة الحرارة 20 كم ال Pressure 2.3 3 3 9 2 كيلو بسكا الأول اطلع بالقانون اذن في عندي مساحة تحت كيف في عندي مساحة اذا specific humidity وتساوي 0.6 2 ضربة في 2.3 3 9 2 ناقص 2.3 3 9 2 بيطلع عنا 0.0148 هو 1.48 برسنت تمام تمام بيجي هلا ما نطلع شو خلون جميل جدا وجويت وأموره سهلة مالك هون relative humidity وتساوي pv على PG وال PG هو عبارة عن P saturated temperature التمبرتشور نحن عنا ياها هون كم 30 degree سيليسيوس و كم عنا 30 degree سيليسيوس بدي طلع عنا 4.24 4.46 9 كيلو بسكا يعني استخدام جداوي دايش لون معتنا نجي نقل لك هون منعوض نحن هون هي عبارة كم وانا هادر pv 2.3392 على 4.2469 وتساوي 0.55 وتساوي 55% خلصنا اللي حاليا القسم الاول لمسائل chapter 4 ان شاء الله بإذن الله القسم الثاني لحينزل قريبا سبحانك الله بحمدك أشهدنا لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته